سكوت أتكنز مشهور بأداءه لشخصية يوري بويكا ملاكم السجون الروسي في سلسلة أفلام Undisputed وأمير قرارة طبعا زي ما احنا عارفين باشا مصر فلو خدنا مواجهتهم في فيلم حرب كرموز كمؤشر للمواجهة المرتقبة ما بين روسيا ومصر في كاس العالم ومن غير محرق أي حاجة في تفاصيل الفيلم أحب أقول لكم خير إن شاء الله بس حندعك في الشوت الأول أحداث فيلم حرب كرموز بتدور في اسكندرية أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر وبتبدأ مع جريمة اغتصاب لبنت مصرية بيقوم بيها عساكر إنجليز والنتيجة بتكون مواجهة مع شباب مصريين بتنتهي بأثر واحد من العساكر الشباب والأسير بيتم احتجازهم في اسم كرموز اللي بيخضع لقيادة المأمور يوسف المصري واللي بيرفض كل التوسطات لتسليم العسكري والشباب المصريين لسلطة الاحتلال والنتيجة هي إن الجنرال فرانك آدم قائد معسكر الإنجليز بياخد قواته وبيحصروا الاسم وبيضو يوسف اختيار ما بين تسليم العسكري الإنجليزي والشباب المصريين أو مواجهة اقتحام الاسم مع احتمالية قتل كل اللي فيه فيا ترى ايه اللي حيحصل؟ فيلم حرب كرموز ورغم تعدد وتنوع الشخصيات اللي فيه ولكنه ما فيهوش خطوط فرعية هو خط واحد بس خط المواجهة الغير متكافأة ما بين طرفين مسلحين ومشحونين وأعصابهم ملتهبة والشخصيات المتعددة اللي قلت عليهم دول يا إما أطراف في المواجهة يا إما لقوا نفسهم في نصها الفيلم شاف أن فصله الأوحد رغم عدم تفرعه ولكنه فيه فصول ومراحل كافية لإثارة اهتمام المشاهد أنا ما كنتش متوقع كده الصراحة أنا كنت متوقع أن فرصة الفيلم الوحيدة في أنه يملأ أحداثه هي أنه يسحلنا في بعض الخطوط الفرعية سواء على المستوى الشخصي الأبطالنا أو على المستوى السياسي والإعلامي وعشان ده يحصل كنا حنلاقي إسهاب وتطويل ومبلغة في كل فصل وفي كل مرحلة بس اللي حصل هو أن فصل المقدمة نفسه كان سريع جدا وفعال جدا وبعدين لفة كده على الشخصيات وبعدين المواجهة الوحدة الغير متفرعة اللي اكتشفت أنها متعددة الفصول واللي اكتشفت أن كل فصولها مثيرة للاهتمام ومتصعدة ومبررة بشكل متماسك بشكل عام أنا شايف أن فيلم حرب كرموز قصته جيدة جدا وممتع بشكل كبير في المشاهدة صحيح مليان شعرات وخطابات معلبة ومش منطقي أنها تطلع في موقف زي ده خصوصا وأنها في بعض الأحيان متنقدة كمان يعني بطلنا قال لرجالته محدش حيموت النهاردة ووراها على طول قال لهم احتمال كلنا نموت بس الفيلم قصته جيدة وممتع بشكل كبير في المشاهدة صحيح أمير قرارة ناسخ شخصيته تقريبا من مسلسل كلبش ونائل كل أبعادها وكل أبعادها دول عبارة عن بعدين أصلا زي الأمر في البيت زي الوحش في القسم نفس الشكل ونفس طريقة الكلام ونفس الانفعلات تكسيده ما فيهوش مشاكل بس وانا بتفرج كنت حاسس أني شفت الكلام ده قبل كده خصوصا كمان أني شايف أن أداءه البدني المرة دي أقل من أداءه البدني في هروب الطراري بس الفيلم قصته جيدة وممتع بشكل كبير في المشاهدة صحيح أنه نمطي جدا على مستوى الديكورات والملابس والماكياج يعني كفاءة الديكورات ما سعدتنيش أبدا أني أنسى أننا جوه ستوديو وأغلب الشخصيات لابسة الزي الرسمي لدورها عندنا شخصية لابسة الزي الرسمي لفتاة الليل وشخصية لابسة الزي الرسمي للحرمية وشخصية لابسة الزي الرسمي للبنت المغتصبة والماكياج معمول مع الحفاظ على أقصى درجات النعومة والنظارة والتقلق لوش وجسم الممثلين سقط أتكنز مثلا وشه كله كان مهبب وامطرب معاه دا الحتة اللي حاولين عينيه دي عشان الهالات السودة بس الفيلم قصته جيدة جدا وممتع بشكل كبير في المشاهدة صحيح في مشاكل واضحة جدا في المونتاج والتصوير يعني فيه أطعاط صادمة فجأة تلاقي الشاشة ضلمت والصوت وقف ونهنج مع بعض شوية وبعدين نرجع نكمل الفيلم عادي وفي بعض مشاهد المعارك ممكن تتعب عشان تعرف هو مين بيدرب مين وفيه قرارات مفتكسة في التصوير سواء باستخدام الدرون اللي مغلبهم كلهم دا أو التصوير البطيء أو بعض الأساليب التانية كمان اللي ملهاش أي قيمة على المستوى الدرامي بس الفيلم قصته جيدة جدا وممتع بشكل كبير في المشاهدة صحيح السيناريو تجاهل عدد كبير من الشخصيات وهو بيقفل أحداثه ومهتمش إلا بين اللي ماتوا وبشخصية يوسف المصري طبعا عشان زي الأمر في البيت زي الوحش في الاسم بس الفيلم قصته جيدة جدا وممتع بشكل كبير في المشاهدة حقيقي مش قصدي أتهكم على الفيلم أو أقلل من شأنه ولما بقول إن قصته جيدة جدا وإنه ممتع بشكل كبير في المشاهدة فأنا أعني دا تماما بس هو من نوعية الأفلام اللي محتاجة تتاخد زي ما هي كده لأن أي تفصيص في تفاصيله بكل تأكيد مش في مصلحته وعشان أكون حقاني فصل الفيلم الأخير متميز جدا من بداية الفيلم وأنا حاسس إنه بيدور على لحظة ملحمية بس التفاصيل دايما بتخونه يا إما التوقيت غلط يا إما الحوار غلط يا إما الكاميرا عندها أفكار غريبة يا إما المنتاج عاوز يلحق الصحور لكن في لحظة سحرية أزعم إنها أفضل لحظات بيتر ميمي مخرجا كل حاجة تزبطت وده دفعني كمشاهد للتواصل والتعلق بكل تفاصيل الفصل الأخير حتى لو شاهد بعض العيوب بس أنا خلاص بقيت في صفه وعندي استعدادة تحمق له مشاهد الأكشن بشكل عام مش ممتازة بس فيها اللي يوصل لدرجة الجيد جدا زي مثلا كل ما هو متعلق بسقط أتكنز اللي حقيقي تواجده في الفيلم كان أفضل بكتير مما تصورت حتى تبرير استخدامه لمهاراته كان جيد هو مش جاي يلعب كونج فو في حرب بالرشاشات بس لو ما لقاش قدامه رشاش حيلعب كونج فو ومواجهته الفردية مع أمير كرارة كانت حماسية جدا وفكرتنا بتاريخ السينما المصرية في المواجهات ما بين الشرير وما بين بطلنا اللي زي ما اتفقنا ممكن يكون زي الأمر في البيت بس زي الوحش في الاسم مشاكل أتكنز كلها في أن تهديداته اللفضية كانت خيبانة شوية في أحد المشاهد كان واقف يهوهو حرفيا ومشاكلنا إحنا مع أتكنز أن الإنجليزي بتاعه خلى الإنجليزي بتاع باقي الشخصيات اللي المفروض أنهم إنجليز محرج قوي وفي الأصل تنثيلهم كمان متواضع جدا أنا مش فاهم ده فوكس يحيو خده يمثل ولا إيه بالزبط الأداء التمثيلي على الجانب المصري جيد جدا وإن كان مش ملفت في حالة أي شخصية يمكن جدير بالذكر بس أن ده أفضل أداء أشوفه المصطفى خاطر وكان ممكن يبقى رائع لو تكوينه الجثماني مقنع شوية في موضوع الهاردكور باركور اللي كان بيعمله ده محمود حميدة دوره حلو وأداءه جيد وعنده نكتة متكررة حقيقة دمها خفيف المساحة اللي أخدتها غادة عبد الرازق عشان نتوغل جوه شخصيتها مش مفيدة خالص يعني دي لو كانت انتصار مثلا ما كانوش ادوها المساحة دي من أساسه لأننا في الأساس مركزين مع شخصية يوسف المصري ويوسف المصري إيه؟ لزيز في البيت ومقرمش في الاسم برافو فيلم حرب كرموز مختلف وحلو وبيخرج عن النمط اللي ازهقنا منه لأفلام الأكشن المصرية عنده مشاكل كتير في التفاصيل بس حقيقي جودة فصول قصته خلتني مستمتع بمشاهدته وبداية فصله الأخير لو خلتكم على وشك انكم تسقفوا اعترفوا في الكومنس وما تكبروش تقييمة لفيلم حرب كرموز هو سبعة ونص من عشرة وده مع الوضع في الاعتبار انه فيلم مصري بيحاول يعمل شيء جديد ومختلف وبيقبل تحديات كتير مش ضروري يكون نجح فيها مناقشة الحلقة تفتكروا ايه أفضل للسينما المصرية؟ ان احنا نخش في تحديات ونوعيات جديدة علما باننا ضروري حنغلط كتير في البداية ولا اننا نخلينا في اللي بنعرف نعمله على طول احسن ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شاروا لايك الحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقة اتقويل بول وتابعونا على فيسبوك وسنابشات وتويتر وباز وباي باي